ومعنا عبر الهاتف إسماعيل تركي مستشار وزير التموين الأسبق سيد تركي إذن وزير التموين علي من صلح يقرر سحب ثمانية ألاف طن من المستودعات وطحنها وتوزيعها كيف ترى هذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم هذا القرار له أكثر من مجموعة أولا عدم اهتمامه بتاحة المواطنين وكفائة التشويل وكذب الوزير المستمر بأنه هو بيخزن في طعام أو فيه بناكس بتكون مغطار وفعلا فالمفروض يكون متواصل لدى وزارة التموين أربعة ملايين ساعة أربع ملايين طن من القرار بتكون مؤمنة تماما لكن الحقيقة إحنا في الباية المستمر ولم نستقبل مليون طن وهو يتون في شوان قرابي بدلالة على أنه بيغط على فساد وزارة الإنتاج الحربي اللي كانت موزمة في ألفين وأربع تراشر بالتعاقض مع الإمارات على بناء حمس وعشرين صهوم معه بساعة ستين ألف طن يعني مليون ورسط طن ساعة مليون ورسط طن في خلال طمانتاشر شهر وبذلك كانت وقت ولم يستمر هذه الطواب ولذلك هو يخزن في شوان تكشوفة وفي الأحرار إذن أنت تشير أستاذ أستاذ إسماعيل أن طريقة التخزين بها شبهات أو مشاكل الآن نتحدث أيضا عن فكرة توزيع هذا القمح رغم تضرره بمياه الأمطار من يحدد كفاءة هذا القمح من له الحق أن يقول أن هذا القمح من الممكن أن يستخدم أم لا هو للأسف الشديد هو اللي يستخدم هو ما مبقاش فيه ضرر في جزئية معينة لو وصلت نسبة الرطوبة إلى نسبة معينة ما مبقاش فيه ضرر لكن لو استمره هيعافة فالقرار لو نسبة الرطوبة بطيفة ممكن الأمر يسير في منبسار الصبيعي أما إذا كانت نسبة الرطوبة عالية فده هيؤدي إلى أن بدل ما يطلع الدقيق سليم وصالح للاستخدام يطلع الدقيق ممكن يكون فيه عفل وممكن يكون فيه يصبح بتوكسينات من العفل أو غيره يضر المعطمين وللأسف الأزارة التموين هي القصة والحق هي اللي بتقرر تقر وهي اللي بتستعم وهي اللي بتقرر صلاحية وعدر صلاحية شكرا جزيلا لك إسماعيل تركي مستشار وزير التموين الأسبق كنت معنا عبر الهاتف ترجمة نانسي قنقر